بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفابت فارجع البخر حل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسع وهو هسير ولقد زينا السماء الدنيا بمخابيها وجعلنا رجوما للشياتين رجوما للشياتين وأعتذنا لهم عذاب السعيد وللذين كفلوا بربهم عذاب جحنم بئس المصير إذا ألكوا فيها سمعوا لها شهيكا وهي تفور تكاد تميز من الغيث كلما ألكي فيها فوج سألهم فوج سألهم خزنتها ألم يأتهم نزيد قالوا بلى قد جاءنا نزيد فكزدنا وقلنا ما نظل الله من شيء آتم إلا في ظلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نأكل ما كنا في أسحاب السعيد فاعتفروا بزنبهم فسحكا لأسحاب السعيد إن الذين يخشون ربهم بالغيب بالغيب لهم مغفرة وأجر قبير وأسروا قولكم أو اجهلوا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من قلق وهو اللتيف الخبير هو الذي جعل لكم العرض غلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزكه وإليه النشور أأمنتم ما في السماء أن يكسف بكم الأرض فإذا هي آتمون أم أمنتم ما في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نزير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أبلم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويكبزنك ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ياسركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزككم إن أمسك رزكه بل لجوا في عطب ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أحدى أمن يمشي سبيا على سراط مستقيم كل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون كل هو الذي زرأكم في العرض وإليه تؤشرون ويقولون متى هذا البعد إن كنتم صادقين كل إنما العلم إنضى الله وإنما أنا نذير مبين فلما رآه ظلفة انسيئت وجوه الذين كفروا وكيل هذا الذي كنتم به تدعون كل عرأيتم إن أحلقني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجيل الكافرين من عذاب أليم كل هو الرحمن آمنا به وعليه تبكلنا فستعلمون من هو في ظلال مبين كل أرأيتم إن أسحب ماءكم غورا فمن يأتكم بماء معين